أعزائي المشاهدين أسعد الله أوقاتكم وأرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الجديد والذي سنتعرف فيه على الهمزة يخطئ كثيرون في كتابة الهمزة بنوعيها همزة الوصل وهمزة القطع لذا لا بد من أن نتعرف على أنواع الهمزة وقواعد كتابتها والعلاقة بين أصوات الحركة ورسم الهمزة والعلاقة بين إعراب الكلمة المهموزة ورسمها الإملائي والأخطاء الشائعة في كتابة الهمزة ولفظها ثم تعدد الوجوه الإملائية في رسم بعض الكلمات وها نحن نتناول قواعد رسم الهمزة بعد أن نبين نوعي الهمزة وهما همزة الوصل وهمزة القطع ثم نتحدث عن همزة القطع ومواقعها في الكلمة وكيفية كتابتها في بداية الكلمة وفي وسطها وفي نهايتها مع الأمثلة المناسبة لكل حالة منها همزة الوصل عزيزي المشاهد همزة الوصل هي الهمزة التي تظهر في اللفظ إذا وقعت في بداية الكلام وتسقط عند وصل الكلام وعلامتها رأس صاد صغيرة فوق الألف وفي رسمها مذهبان الأول يثبتها والثاني يهملها والإهمال أجود وهمزة الوصل يسميها بعضهم ألف الوصل ويؤتى بها للتوصل بالنطق بالحرف الساكن لأن العربية لا تبدأ بساكن فإذا أردنا أن نكتب انطلق كتابة صوتية كتبناها دون ألف الوصل وبذا يكون أول حرف ساكن ولأن العربية لا تبدأ بساكن يؤتى بهمزة الوصل فتكتب انطلق وكذلك لو قلنا انسحب أو انفجر فإن كتابتهما الصوتية تكون دون ألف الوصل ولكن الكتابة الصحيحة لها تكون بألف الوصل ومن أشهر مواضع همزة الوصل العزيزية المشاهد أولا همزة أل التعريف الشمسية والقمرية ثانيا الهمزة في أول أمر الفعل الثلاثي مثل نظر انظر ثالثا الهمزة في أول ماضي الخماس والسداسي مثل انطلق استحسن رابعا الهمزة في الأسماء العشرة اسم ابن ابنة إلى آخره ومن أشهر مواضع حذفها أولا إذا كانت مكسورة وسبقتها همزة استفهام كقوله تعالى أفترى على الله كذبا أم به جنة ثانيا من أل التعريف إذا دخلت عليها لام الجر مثل للكلام ثالثا إذا دخلت الواو أو الفاء على فعل مبدوء بهمزة وصل مثل وأتمن فأتمن رابعا من كلمة ابن وابنة إذا وقعت بين علمين مثل عمر بن الخطاب خامسا من كلمة بسم إذا كانت في البسملة كاملة دون متعلقات قبلها أو بعدها عزيزي المشاهد همزة القطع في أول الكلمة تأتي في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها وهي في أول الكلمة ينطق بها دائما سواء أوقعت في بداية الكلام أم في وصله أما همزة القطع في آخر الكلمة فتحكمها حركة الحرف السابق لها غالبا وهمزة القطع هي الهمزة التي ينطق بها دائما سواء أوقعت في بداية الكلام أم في وصله فمثلا كلمة أخذ إذا كانت في بداية الكلام تلفظ الهمزة وتكتب وإذا أدخلنا عليها حرفا أو أكثر قبلها فإننا نلفظها ونكتبها أيضا فنقول نأخذ سيأخذ ولابد من ملاحظتي أن حركة الهمزة في بداية الكلمة ليست واحدة دائما وإنما قد تكون الفتحة أو الضمة أو الكسرة فنقول أكرم أدرك أكبر كما نقول إكرام إدراك إكبار ونقول أكرم أدرك أكبر عزيزي المشاهد الهمزة في آخر الكلمة يحكم رسم همزة القطع في آخر الكلمة حركة الحرف السابق لها فما قبل الهمزة قد يكون ساكنا أو متحركا فإن كان ساكنا كتبت الهمزة منفردة على النحو الآتي هواء نشوء يسوء إلى آخره وإذا جاءت في مواضع يستوجب التنوين بعدها فإن كانت مسبوقة بألف كما في هواء فإن التنوين يوضع على الهمزة نفسها فتكتب هواء أما إذا لم تكن مسبوقة بألف فتكتب الهمزة على ألف سواء أكان الحرف صحيحا أم معتلا فتكتب جزءا نشوءا جريئا أما إذا كان ما قبلها متحركا فتكتب الهمزة على حرف يناسب حركة ما قبلها نحو يخطئ يبدأ تباطئ ويستثنى من هذه القاعدة عزيزي المشاهد الكلمات التي تنتهي بهمزة مسبوقة بواو مشددة فتكتب منفردة سواء أكانت الهمزة مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة نحو التبوء الهمزة في وسط الكلمة عزيزي المشاهد الهمزة في وسط الكلمة تكون متحركة بإحدى الحركات الثلاث بعد حرف متحرك أو ساكن وهي ترسم على ألف أو على واو أو على ياء أو على السطر وهي نوعان متوسطة أصلا وهي ما كانت بإحدث الكلمة في وسطها الأصل مثل زأرة أو متوسطة توسطا عارضا وهي التي تكون متطرفة ثم يتصل بها ضمير فتصير متوسطة مثل نشأته وتحتكم الهمزة في وسط الكلمة إلى قاعدة أقوى الحركات غالبا وترتيب الحركات من حيث القوة هي الكسر وهو أقواها ثم الضم ثم الفتح ثم السكون وهو أضعفها فتكتب الهمزة المتوسطة الساكنة على ألف إذا كان ما قبلها مفتوحا نحو يأكل وتكتب على واو إذا كان ما قبلها مضموما نحو مؤتة وتكتب على ياء إذا كان ما قبلها مكسورا نحو بئر ولا تكون الهمزة المتوسطة الساكنة مسبوقة بساكن لأنه لا يجتمع ساكن عزيزي المشاهد والهمزة المفتوحة في وسط الكلمة تكتب على ألف إذا كان ما قبلها مفتوحا وما بعدها حرف صحيح نحو دأبة وتكتب على ألف إذا كان ما قبلها حرفا صحيحا ساكنا وليس بعدها ألف نحو مسألة فإذا كان ما قبلها ألف ساكنة تكتب منفردة نحو تساءلة ومثل ذلك إذا وقعت بين ألفين نحو قراءات أو إذا سبقتها واو ساكنة أو مشددة مضمومة نحو هدوءه وتبوؤك وتكتب على ألف وفوقها مد إذا كان ما قبلها مفتوحا وما بعدها ألف المد أو ألف التثنية نحو مآكل نبآن ملجآن كما تكتب على واو إذا كان ما قبلها مضموما نحو مؤجل وتكتب على ياء إذا كان ما قبلها مكسورا نحو ناشئة تكتب على نبرة إذا كان ما قبلها ياء ساكنة نحو هيئة جريئان عزيز المشاهد وتكتب الهمزة في وسط الكلمة حين تكون مضمومة على ياء إذا كان ما قبلها مكسورا نحو يستهزئون وتكتب على واو إذا كان ما قبلها مضموما نحو تجرؤك وتكتب على واو أيضا إذا كان ما قبلها مفتوحا وليس بعدها واو المد نحو يملأه وتكتب على واو إذا كان ما قبلها حرفا صحيحا ساكنا وليس بعد الهمزة واو نحو يرؤف أما إذا كان بعدها واو فتكتب على السطر نحو التفاؤل وتكتب على نبرة إذا كان ما قبلها ياء ساكنة نحو يفيئون أما الهمزة المتوسطة المكسورة فتكتب على ياء في جميع حالاتها سواء أسبقت بكسر نحو قارئين أم بفتح نحو رئيس أم بضم نحو سئلة أم بسكون نحو سائح أعزائي المشاهدين طبتم وطاب اللقاء بكم وصلنا إلى نهاية لقائنا والذي تعرفنا فيه على قواعد كتابة الهمزة في معظم حالاتها أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء في حلقة تعليمية جديدة موسيقى